تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لتنمية الموارد البشرية تحت عنوان ادماج الموظفي لزيادة الانتاجية بمشاركة ما يزيد على 200 متخصص في مجال تنمية الموارد البشرية من داخل البحرين وخارجها لم يعود الموظف محصورا ضمن نطاق آداء عمله وحسب بل أصبح ادماجه واشراكه في مختلف مناحي العملية الانتاجية داخل أقسام المؤسسة التي ينتمي إليها ضرورة واجبة فربما يجود بفكرة ناجعة أو مبادرة إيجابية جاءت نتاج عصف ذهني أو مقترح يسهل تحويله إلى مشروع ناجح يخالف التوقعات والمؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشرية الذي يطل سنويا بمحاوره وأهدافه جاء ليسلط الضوء على زيادة الوعي لدى المسؤولين بالموارد البشرية العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية مشاركة القوى العاملة وتفعيل مساهماتهم في رسم سياسة منشآتهم سعيا لتحقيق التوفق المنشود يعتبر موضوع الاندماج الوظيفي أو الاندماج الوظيفي من المواضيع التي تتشغل المؤسسات العالمية بالتحديد إدارات الموارد البشرية وطبعا تشير معظم الدراسات أن هناك نسبة الاندماج الوظيفي على مستوى العالم فقط 13% وهذا طبعا يؤثر سلبيا على مستوى الانتاجية نحن في جمعية البحرين ارتقينا تنظيم هذا المؤتمر نسطل لطوء على موضوع الاندماج الوظيفي وعلاقته وارتباطه بالانتاجية مساع تحاكي المنطق ومبادرات تعي جيدا مكامن القوة التي من المؤكد أن تستند عليها مصلحة العمل العليا نقاط ارتكاز تتمثل بسواعد بشرية لازم عقولها الاجتهاد والتفكير خارج إطار الصندوق بحرفية وتميز وبالشكل الذي من الواجب توافقه مع أهداف المنشأة التي يعملون تحت مظلتها كثير من الشركات تنظر لنجاح الشركة من ناحية المؤشرات لكن في نجهة نظري أنه ليس نجاح دائم النجاح الدائم للشركات هي لما تمكن الشباب أو الموظفين الموجودين في الشركة لأنهم سوف يوفر للشركة الكثير من الأفكار الجديدة التي ستتطور المؤتمر في الحقيقة أتى بنقطة جدا جدا مهمة في غاية الأهمية خصوصا على مستوى الشركات والقطاعات سواء قطاعات عامة أو قطاعات خاصة وهي عملية إدماج الموظفين في الإنتاجية هذا بشكل أو بآخر سينعكس في رفع إنتاجية الموظف إضافة إلى ذلك إلى رفع مستوى الربحية للقطاع سواء عام أو خاص أو حتى تطوعي إن من أساسيات العمل الإداري النشط ومنهجيات القيادة الحديثة وضع الموظفين وترقاتهم في مقدمة الأسباب التي تضمن ديمومة العملية الإنتاجية واستمرارية تدفق محصولها الوفير هو تقريب للمساحة التي تجمع عناصر الإنتاج ككل في إدارة أي مؤسسة إنتاجية رأت أن من عين الصواب إشراك الموظف في عمليات إدارية هامة كعامل تحفيز له لرفع آدائه وبالتالي ضمان تحسين الإنتاجية على الشكل المراد لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر